السلام عليكم في الفيديو ده هنتعرف على كيفية تفعيل ميزة الضغط من الخلف في الايفون دي ميزة مهمة جدا موجودة في اجهزة الايفون ممكن من خلالها تعمل بعض الاوامر الموجودة في الجهاز ممكن تاخد سكرين شوت عن طريق الضغط مرتين على الايفون من الخلف ممكن تروح للشاشة الرئيسية عن طريق الضغط على الايفون مرتين من الخلف طيب كيفية توصول الميزة دي بنفتح الاعدادات الخاصة بالجهاز بيفتح معنا صفحة الاعدادات زي ما احنا شايفين وبننزل في الاسفل عند خيار تسهيلات الاستخدام بنضغط عليه ثم بعد كده بننزل في الاسفل وبنضغط على خيار اللمس خيار اللمس بنضغط عليه بيفتح معنا الصفحة دي بننزل في الاسفل في اخر الصفحة عند خيار الضغط من الخلف بنضغط عليه هنا بنجد عندنا ضغط مرتين او ضغط ثلاث مرات بنضغط على وليكن مثلا ضغط مرتين ويه بنختار هنا اي حاجة من الخيارات الموجودة وليكن مثلا هناخد سكرينشوت لقطة شاشة تمام ويبنعمل رجوع لو ضغطنا مرتين على الشاشة من الخلف هنجد انه هياخد سكرين شوت او لقطة شاشة هنشوف مع بعض زي ما احنا شافين ضغطنا مرتين على الشاشة من الخلف خد معانا سكرين شوت للشاشة بالشكل ده تقدر تغير الامر او تغير اي حاجة بمنتهى السهولة دي كانت الطريقة ياريت لو استفدتم الفيديو تضغط لايك واشتراك في القناة وشكرا جزيلا على المتابعة